السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة من حلقات القناة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة هذه الحلقة تم تحضرها بناء على طلب الكثير من الأصدقاء شارك الحلقة على جميع المنصات واضغط على زر الإعجاب لايك بكثافة علشان نوصل الحلقة لأكبر عدد من الناس في البداية هذه الحلقة أيها الأحباب أنا باعتبرها من الحلقات المهمة ليه لأن في حلقات كده بتبقى مطلوبة علشان الناس تفهم علشان نفاهم الناس في معركة الوعي القبرى الشارسة التي تسبق ظهور الإمام المهدي عودة بشار للعرب التحضير للسوفياني شخصيات آخر الزمان في البداية لو أنت فاهم إن إحنا هنتناول الموضوع ده من ناحية السياسة يبقى أنت مش متابعنا جيدا إحنا ملناش علاقة بالتحليلات السياسية لأن هي نتائجها غلط في غلط والسياسة متقلبة ومتغيرة والسياسة التي نفهمها هي السياسة الشرعية التي حكم بها رسول الله ودي مش موجودة علشان كده إحنا بنفهمك في البداية لو أنت متابع جديد معنا إحنا مش بنحلل المواضيع من ناحية السياسة إنما من زاوية واحدة حديث آخر الزمان عودة بشار للعرب الناس كلها بتسأل أنا ليه بقول عودة بشار ما بقولش عودة سوريا لأن لو أنت مؤيد أو معارض لبشار لازم تكون عارف أن بشار غير شخصية غير متفق عليها في سوريا يعني المؤيد والمعارض يعلم جيدا هذه الحقيقة لو أنت بتحبه لو أنت بتكرهه فهو شخصية غير متفق عليها في سوريا ولذلك أنا بقول عودة بشار للعرب وللجامعة العربية واتكلمت معاكم من فترة ليست قصيرة وقلت لكم أن بشار كرت محروق كل اللي أنتوا شايفينه ده وفتكروا كلامي جيدا كل اللي أنتوا شايفينه ده هو عبارة عن سلم عايزين يوصلوا لحاجة معينة والسلم ده هو بشار عايزين يوصلوا لحاجة معينة اللي بيحصل دلوقتي أن سوريا مكان في فصائل متناحرة ودول كثيرة متعددة بتحاول تسيطر على هذا المكان لازم علشان أسيطر وعلشان أسيطر دي عائدة على مين الضمير هنا عائد على مين عائد على القوة الجديدة التي تعد قوة الرضع العربية اللي هي بن قسين جيش السوفياني بالقائد بتاعه اللي هيكون في الغالب هو السوفياني لازم علشان أسيطر على سوريا أعمل إيه أن أنا أخش بشرعية كل الفصائل اللي أنت شايفها ديت بتشتغل زي ما بيقولوا عندنا في مصر يعني من تحت بيري السل مالهاش شرعية كل الفصائل وحتى أن أنا بكلمك التفكير بتاعهم ركز معايا قوي في الكلام اللي أنا بقولوا أنا عايز حلقة الناس يكون مصحصحين فيها أنا بخش في تفكير هؤلاء إزاي بيفكروا عشان تفهم الموضوع ماشي إزاي فلازم إطفاء نوع من أنواع الشرعية والرئيس اللي هو بتعتمد الجامعة العربية والعرب هو بشار هو بشار ولذلك لازم بشار نتصالح معه فاللي احنا شايفين وده دلوقتي طبيعي جدا لابد من عودة بشار وكمان مش عودة مشروطة لأن هما حتى هو طلع آل العودة غير مشروطة ولا في أي شروط ليه لأنه وفاهم وهم فاهمين إن هما محتاجينه مش هو اللي محتاج لهم والسؤال إش معنى في هذا التوقيت افتكرته بشار وافتكرته سوريا وتوحيد سوريا إش معنى في هذا التوقيت كله بالأمر كله بالأمر وأنا عندي مفاجأة من العيار الثقيل تابع الحلقة للآخر اضغط على زر الإعجاب لايك أنا عايز نكسف في الإعجاب علشان نوصل الحلقة دي لأكبر عدد من الناس لأنها من أهم الحلقات اللي احنا بننزلها في القناة على الإطلاق فإش معنى بشار دلوقتي إش معنى افتكرته سوريا دلوقتي كله بالأمر كله بالأمر لازم في هذا التوقيت الصلح مع بشار التحضير والتسريع لظهور الدجال ممكن دماغك تروح بعيد دجال إيه واللي جاب الناس ديت إيه اسمع الحلقة معاه للنهاية علشان تفهم خيوط الموضوع ماشية شوف انت عندك دلوقتي شخصيات اسمها شخصيات آخر الزمان احنا قناة وعندنا قنوات كتيرة من قنوات آخر الزمان بتتكلم عن هذا الموضوع كل واحد مفكر اللي عنده قناة انه هو بيتكلم وبيسمع نفسه وبيسمعه الجمهور بتاعه كل واحد فهم كده وده غلط كل اللي احنا بنقوله كل الكلام اللي احنا بنقوله ده الحكام بتوع العالم الحقيقيين رصدينه بدقة ممكن انت تقول الكلام في مبالغة خليك خليك انت شغال مع ايه مع نفسك في العالم الموازي لكن انا بقولك كلام انا متأكد منه بنسبة 100% شخصيات آخر الزمان المراكز البحثية اللي موجودة في امريكا بتحدي ان حد يقدر ينكر ان في مراكز بحثية في امريكا وفي اسرائيل دولة الاحتلال مراكز اسلامية بحثية مختصة بعلوم اخر الزمان بعرفة الاحاديث بتاعت اخر الزمان احسن من كتير من الشيوخ والدعاء والعلماء ايه رأيك في الكلام ده ورصدين شخصيات اخر الزمان وانا بقولك دي حلقة مليئة بالمفاجآت وعندهم شخصيات بعنها شخصيات باسمها عارفين ان هذه الشخصيات بنسبة كبيرة جدا هي شخصيات اخر الزمان خد كمان مفاجأة من العيار السقيل ان فيه شخصيات زي ما انتم عارفين شخصيات اخر الزمان منها اللي هيبقى من جنود المهدي وزراء المهدي اتباع الامام المهدي وفيه هيبقوا من معسكر النفاق مع الدجال لازم تعرف ان الخطة ان حكام العالم الحقيقيين بالامر المباشر ممنوع الاقتراب من شخصيات معينة ممنوع الاقتراب من شخصيات معينة حتى لو هذه الشخصيات تابعة للمهدي كلام غريب انت ممكن تستغربه بس انا قلت الكلام ده قبل كده لان فكر الفكر بتاع حكام العالم الحقيقيين اللي هما الماسونية فكرهم تسريع الاحداث واحد هيقول لي الاحداث بييد ربنا كله بييد ربنا هقولك دول كفار دول ملاحدة لا يؤمنوا بالله اصلا وبيحرب ربنا وبيتحد ربنا فهو فكره ايه انا بنقلك فكره فكره ان هو عايز يجهز مصرح الاحداث لخروج الدجال طيب هو يعلم جيدا ارجع بقى للمراكز البحسية اللي انا بحكي لك فيها يعلم جيدا ان الدجال لن يخرج الا قبله المهدي فلذلك الكصة كلها برمتها شخصيات اخر الزمان الخيرة والشريرة لازم بالامر المباشر عدم الاقتراب منها فيه شخصية من شخصيات اخر الزمان هذه الشخصية هم مشتبهين فيها بنسبة كبيرة جدا جدا هذه الشخصية تحت السيطرة تحت السيطرة بتاعته تحت السيطرة بتاعته ممنوع الاقتراب منها تخيل بقى انا بقولك كلام انت اول مرة هتسمعه في هذه الحلقة ممنوع حد يقرب منه ممنوع حد ان هو يلمسه ممنوع حد ان هو يقذيه ولو حد فكر حيتبقى الحكاية فيها عقوبات كبيرة جدا من حكام العالم الحقيقيين على اي حد يفكر يخالف هذا الكلام ليه لان لازم كل الشخصيات تبقى موجودة ليه علشان مصرح الاحداث يجهز لخروج الدجال لان هما اعتقدهم وده اعتقاد كفري وحنا اتفقنا ان هما ناس ملحدين كفار اعتقدهم وعسكر النفاق ان الدجال في الاخر خالص هيقدر ان هو ينتصر على المهدي بل اعتقدهم ان هيقدر ينتصر على اله المهدي على الله دع تقدم عشان افهمك واجبلك الاعر بتاعهم واخرهم ايه الناس دي مش بتحارب الامام المهدي ومش بتحارب ده هما بيعبدوا الشيطان باختصار كده دول الناس بيعبدوا الشيطان واتباع الشيطان وابليس انتو كلكم لازم تعرفين كده معلق امال كبيرة جدا على الدجال وظان ظن كبير جدا ان الدجال هيستطيع انه هو يعمل حاجة ولذلك انا لق الكلام بتاعي ده فيه ادلة اه فيه ادلة المحاديث بتاع الملحمة الكبرى ملحمة الكبرى ابليس كان معلق امال كبيرة جدا على انتصار الكفار في الملحمة الكبرى بن قسين الروم على المهدي اول ما هزموا في الملحمة الرواية بتقول ايه عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي فصاح الشيطان كذب ان الدجال قد خرج فيكم وهو لسه ما كانش خرج صاح الشيطان يبقى اذا اللي كان مرائب وحطت الامال كلها مين في الموضوع الشيطان يبقى اول ما يخرج الدجال البليس معلق عليه امال كبيرة جدا جدا وحتى ان فيه روايات كلها واهية يعني انا بنبه للامال العلمية ان اول ما يهزم الكفار والروم والملاحم ويقتل الدجال ان ابليس هيبكي وان ابليس وانا بأكد بقول دي روايات واهية يعني ما سندها ضعيف واهي جدا جدا بس بذكرها لك على سبيل الاستئناس انا مش عايز اطول عليكم انشر هذه الحلقة بشدة للاهمية على جميع المنصات بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته